أساس النجاح في الدنيا والآخرة هو الخشوع هذا ليس كلامي هذا كلام الله عز وجل الله أخبرنا عن فئة من الناس أفلحوا والفلاح هنا هو النجاح في الدنيا والآخرة النبي عليه الصلاة والسلام نجح على المستوى الدنيوي والأخروي هناك أصحاب المليارات كثير منهم نجح على المستوى الدنيوي ولكن أين هو الآن في الآخرة؟ أين هو الآن بعد الموت؟ الله أعلم لذلك نحن نريد النجاح في الدنيا والآخرة الخشوع هو مفتاح النجاح انظر معي إلى هذه الآية الكريمة قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الأنبياء لماذا استجاب الله دعائهم في سورة الأنبياء ارجعوا لسورة الأنبياء وانظروا إلى دعاء سيدنا أيوب السبب استجابة الدعاء هو الخشوع كما سنكتشف الآن وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له خذ مثلا قصة يونس وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظلنا أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له سيدنا زكريا كان بعمر الثمانين ومرأته عجوز الله عز وجل وهبه سيدنا يحيى بمعجزة وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثي فاستجبنا له طيب أنا الذي جعلني أتساءل لماذا استجاب الله دعاء هؤلاء الأنبياء بسرعة مع العالم أن إنسان في بطن الحوت من يستطيع أن ينقذه في ظلمات البحر ظلمات أعماق المحيط ظلمات الليل طيب إنسان بلغ الثمانين من يستطيع أن يهبه ولدا ومرأته عاقر مثل سيدنا أيوب من الذي يستطيع أن يشفيه إلا الله عز وجل قال سبحانه وتعالى ليعرفنا سر استجابة الدعاء قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا ماذا وكانوا لنا أؤلاء الأنبياء الذين استجاب الله دعاءهم وكانوا لنا خاشعين إذن الخشوع هو مفتاح استجابة الدعاء ومفتاح النجاح وبالتالي هو مفتاح الوصول إلى الله عز وجل طيب كيف أخشع في صلاتي مشكلتنا أننا إذا دخلنا في الصلاة معظم الناس يصلي خوفا من عذاب الله نسبة قليلة جدا من يصلي حبا في الله رغبة بما عند الله هؤلاء الأنبياء كيف كان حالهم إنهم كانوا يدعوننا رغبا أولا ليس رهبا رغبا يعني حبا وطمعا في جنة الله والقرب من الله ورغبة بما عند الله ورهبا يعني خوفا من عذاب الله نحن جعلنا الخوف قبل الرجاء فأنت إذا ذهبت وقفت أو نويت الصلاة خذ دقيقة فقط قبل أن تدخل في الصلاة هكذا دقيقة هيئ نفسك للقاء الله عز وجل أحدنا إذا قرع الباب وكان أحد بالباب شخص مهما كان تجد أنه على الأقل يهيئ نفسه ويخرج لهم الصديق أو غير ذلك طب أنت في هذه الصلاة على لقاء على موعد مع الملك لقاء مع الله تواصل الصلاة يعني هي الصلة مع الله عز وجل أنا أدخل هكذا قبل أن أهيئ نفسي على الأقل أفكر لدقيقة واحدة فقط فكر أنك ستلقى الله في هذا اللقاء وهو الصلاة ماذا سأطلب من الله؟ كيف سأتدبر القرآن؟ يعني عندما تقول الله أكبر هل تقولها وتمشيها كذا وتتابع الصلاة؟ لا يجب أن تفكر أن الله أمرنا أن نقول الله أكبر لحكمة طب لماذا لا نقول سبحان الله عندما نبدأ الصلاة؟ لماذا لا نقول كلمة أخرى؟ لماذا الله أكبر؟ كأن الله يريد أن يقول لك إذا بدأت بالصلاة يجب أن تعلم أنك تقف بين يدي الملك الذي هو أكبر من مشاغلك التي تدور في رأسك أكبر من مشكلتك التي تفكر فيها أكبر من الناس الذين تحسب لهم حسابا أكبر من كل شيء أكبر من همومك أكبر من مرضك هو القادر وإذا مرضت فهو يشفين هو القادر أن يرزقك أن يرزقك هو القادر أن يحفظك هو القادر أن يحميك من الشر هو القادر أن يسخر لك الكون كله أخي الحبيب كل الكون الله قادر أن يسخره لك ولكن بشرط أن تدرك أنه فعلا هو أكبر من كل شيء لذلك إذا قلت الله أكبر كل الهموم والمشاغل والمتاعب كلها أصبحت وراء ظهرك لأنك تقف أمام ملك عظيم مالك الملك مالك الملك سبحانه وتعالى فعندما تقول بسم الله الرحمن الرحيم يجب أن تستحضر رحمة الله وبالتالي أمام كل هذه النعم يجب أن تقول الحمد لله رب العالم يجب أن تخرج من أعماق قلبك هذه الكلمة الحمد لله على نعمة البصر والسمع ونعمة أنني أستطيع أن أقف أستطيع أن أتكلم نعمة أنني أحمد الله أصلا وبالتالي يجب أن تتذوق الكلام الذي تقرأه ليس مجرد ببغاء تقرأ الفاتحة في خمس ثواني والصلاة كلها في دقيقتين ثم تذوق وأنت تصلي تفكر بمشاعر الدنيا لا أخي الحبيب اهدأ وصلي بهدوء باطمئنان أطل الصلاة اقرأ الفاتحة بهدوء عندما تقول مالك يوم الدين كل الظلم الذي تعرضت له يجب أن تعلم أن هناك يوما يملكه إله واحد فقط هو الذي سيأخذ لك حقك ممن ظلمك عندما يقول الله تعالى في ذلك اليوم لمن الملك اليوم ولا أحد يجيب فيجيب نفسه عز وجل ويقول لله الواحد القهار الواحد القهار الذي قهر كل شيء كيف لا يقهر وكل شيء من خلقه من صنعه سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين يجب أن تتخلص من حب الدنيا من حب المال من عبادة المخلوقات وتخلص عملك ودينك وعبادتك لله عز وجل وتقول يا رب أنا أخلصت كل شيء من أجلك عندما تقول اهدنا الصراط المستقيم من غير المعقول أن تقول اهدنا الصراط المستقيم تنهي الصلاة ثم تكذب ثم تغش ثم تظلم ثم تتكلم كلام لا يحبه الله مع ممارسة الصلاة بهذه الطريقة ستجد تدريجيا أن حب الدنيا انتزع من نفسك مشاكلك لم يعد لها أي قيمة مع هذا الخشوع ستنز ستعزل نفسك عن الدنيا ستشعر براحة نفسها والخشوع أخي الحبيب هو علاج في الغرب ليس لديهم عبادة الخشوع يلجأون لما يسمى بالتأمل تجد أحدهم يجلس أمام شمعة يتأملها بدون أن ينطق ووجدوا فوائد لهذا العمل تصوروا يعني فوائد على منطقة الناصية التي في خلف الجبهة من الدماغ وجدوا فوائد كثيرة جدا في علاج الآلام وتخفيف الآلام وغير ذلك وفي مجال الإبداع وفي مجال القدرة على اتخاذ القرار السليم إلى آخره هناك بحث طويل عن هذا الموضوع التأمل طيب نحن الله أكرمنا بعبادة الخشوع إذا منذ هذه اللحظة أخي الحبيب سارع للخشوع احفظ هذه الآية قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون احفظ هذه الآية عن الأنبياء وكانوا لنا خاشعين إذا أردت أن يستجيب دعائك أو يستجاب دعائك كن من الخاشعين والله مدح الخاشعين والخاشعات في القرآن والخشوع أخي الحبيب هو صفة الأنبياء حتى الجبل لو أنزل الله عليه القرآن ماذا قال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته ماذا خاشعا متصدعا من خشية الله الحجارة تهبط وتهوي من خشية الله ولكن للأسف قلوب بعض البشر أقسى من الحجارة ثم قسط قلوبكم كما تحدث الله عن اليهود هؤلاء الذين يقتلون الأطفال وقتلوا الأنبياء من قبل ثم قسط قلوبكم فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يهبط من خشية الله المهم أخي الحبيب هذا الخشوع مهم جدا أن تعيشه أولا يقربك إلى الله يقودك للنجاح وهو وسيلة للعلاج وسيلة للإبداع وسيلة لتخفيف مشاكل العصر وسيلة لتنسى الهموم وهو وسيلة لاستجابة الدعاء كما استجاب الله سبحانه وتعالى دعاء أنبيائه الذين نسأل الله أن نكون منهم أن نكون من الذين قال الله فيهم إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق